استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا حول مؤشرات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالي الماضي 2021-2022 التقرير أظهر ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي الماضي لتسجل 8.9 مليار دولار بمعدل نمو يصل إلى 71.4% مقارنة بالعام المالي السابق وأوضح التقرير أن هذه الزيادة هي الأعلى منذ عشر سنوات مرجعا ذلك إلى تدفق الكبير لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية والذي شهد ارتفاعا بنحو 5.2 مليار دولار اشتركوا في القناة